أنا دوري اليوم أوجه رسالة للناقبين تبالت مصورة وجدنا في مشاكل كالدية هذه المشاكل لا ينفل ليتعززان هذه المشاكل أجد نفسي لزاماً لني أوجب عندها واشرحها للشعب الكويت مرتجطة في بزاية الأمر في مسألة السيادة واجهنا برض الأحيان مشاكل حدثت تشريعية بناء على مشكلة هذه مشكلة مرتجطة في سيادة بلد وبالتفصيل يا أخوان هذا حكم صادر في 25-25 يسأل السابر هل هذا المسالة واجبت أجدمها في هذا المقبل ولا واجبت أجدمها في مكان آخر هل وجه طيباً وهالناس الحاضر واجب أني أنا أقدم لها مادة معينة توعية رسالة هذه الرسالة توصل لجميع وكلا لا توصل نقول دائماً بأن أي عملة تدفل وكان عمرك أصبحت هذا اليوم متدلي عن سياقته وصلت لنا الحال خمسين نال وستعش وزير ما عندهم براية ولا إلاية لنقتر منهم وأصبحت بعض الأفكام الكويتية الليلالية تصدر بالريال السعودي هذه كارثة لما يكون تاج الكويتي ومحل الكويتي وفي منطقة من مناطق الكويتية ومحكمة كويتية وقاضي كويتي يصدر ضد حكم جزائي بمعاقبته بمئة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها في الكويت يا أخوان هذا الكلام لما أتكلم فيه بصوت عالي يا لما الله إن النية اللي قاعد نبادر فيها هي عدم التنازل عن السيادة عدم التنازل عن مسؤوليات مهمة هذا واجبنا وهذا المطلوب منه لما نتكلم بأن كمواطن كويتي أجد حكم يصدر تحت مسمى سمو الأمير بالريال السعودي مع كل التقدير لدولتنا الشقيقة المملكة السعودية لكن ما يحصل هذا لا يمكن قبوله وبالشرح يا أخوان يوم من الأيام لكويت في 2016 وقعت على اتفاقية مسمىها اتفاقية التوحيد الغش الخليجي ودائما الاتفاقية عشان تكون نافذة يعني نقدر نفعلها في الدولة مضطرين أن نحن نصدر في كل دولة من الخليج قانون للأسف في 2020 مجلس الأمة أخطأ خطأ كارثي وبالتالي مبلغ مائة ألف ريال السعودي هذا الحكم في خمسة ثانية صدر القانون أقوم بسورة ثانية الدول الأخرى يا أخوان في أعمال والإمارات لأنه كان عندهم مشرع وطني لأنه كان عندهم حس وطني لأنه كان عندهم عدم الرغبة في التنازل عن السيادة بالتالي لما انصدر القانون صدر بالدرهم لما انصدر القانون صدر بالريال العماني لأن دولتهم مهمة عندهم لأنه ما وقفوا أمام المشاكل والأفريقة والبطولات الشخصية هذه البطولات اللي عمرها ما راح تبني وطن هذه البطولات الشخصية اللي عمرها ما راح تبني دولة مزدهرة كانت موجودة في ذهن الشيخ عبدالله السالم رحمة الله عليه عقل القانون الكويتي للأسف القانونين اللي قبل أصحابهم مهتمين لكن هذا القانون صادر من دولة الكويت من برلمان كويتي من مواطنين كويتيين من وزراء كويتيين في الريال الشعودي دائما يقال بأن العلم والعملة من يتنازل عنهم ليس لديه أي حس وطني